موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة والبداية بأبرز العنوين حضرته صاحب السمو أمير البلاد المفدة يؤكد في اتصال مع كل من فخامة الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس موقف قطر الداعم للقضية الفلسطينية ويشدد على رفض الإجراءات التصعيدية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية حضرته صاحب السمو أمير البلاد المفدة يستعرض في اتصال مع فخامة رئيس جمهورية الدومينيكان تعزيز العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشتركة حضرته صاحب السمو أمير البلاد المفدة يؤكد في اتصال مع فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سعدة دولة قطر لتقديم العون لشعب جنوب أفريقيا في التصدي للأزمة الإنسانية التي يتعرض لها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يبحث في اتصال مع سعدة وزيرة الحكم التعاوني والشؤون التقليدية في جمهورية جنوب أفريقيا تعزيز العلاقات الثنائية سعدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يؤكد بعد لقائه منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يؤكد موقف قطر الثابت من وحدة اليمن وسلامة أراضيه ونتابع في الرياضة نادي الدحيل يحسم لقب الدور العام لكرة اليد بعد فوزه على الوكرة قبل جولة من نهاية المسابقة حياكم الله أجرى حضرته صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة اتصالا هاتفيا بكل من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماسة كل على حدة تناول فيهما آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وبحث سموه خلال الاتصالين مع كل من فخامة الرئيس ورئيس المكتب السياسي آخر المستجدات والتطورات وفي هذا الصدد أكد سموه موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية كما شدد سموه على رفض دولة قطر لكافة الإجراءات التصعيدية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي داعيا إلى ضرورة العمل على التهدئة وتخفيف التصعيد والتوتر وقد أعرب كل من فخامة الرئيس عباس والدكتور هنية عن تقديرهما البالق لهذا الموقف عكست الاتصالات التي أجراها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة مع كل من فخامة الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدعم الكبير الذي توليه دولة قطر للقضية الفلسطينية يظهر من حين لآخر من يعتقد أنه يمكن تهميش القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي أو أنه يمكن التفاف على قضية وطنية عميقة الجذور بطرح أفكار مثل تحسين الوضع الاقتصادي للسكان تحت الاحتلال بدلا من إزالة الاحتلال في كل الخطابات وعلى كل المنابر كانت ونازلت القضية الفلسطينية ودعمها محور الموقف القطري موقف لم يتبدل مع كل المتغيرات والسنوات التي مرت على هذه القضية التي تواجه في هذه اللحظة الكثير من التحديات لسيما في المسجد الأقصى المبارك وما يتعرض له من انتهاكات وكانت وزارة الخارجية قد أدانت في بيان لها بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية وميليشيات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين العزل خلال هذا الشهر الفضيل فيما أكدت دولة قطر على حرمة جميع الأماكن المقدسة في القدس وجددت التأكيد على موقف الدولة الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق دعم دولة قطر الذي تجلى في المنابر السياسية ترجمته المبادرات الإنسانية للدوحة دعما للشعب الفلسطيني الشقيق على غرار الحراك الدبلوماسي بالتنزيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة وهو ما كان محط إشادة من الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الجهود والعمل الإنساني الذي تقوم به دولة قطر في فلسطين وفي غزة خصوصا كما سعت الدوحة إلى تخفيف معاناة الأشقاء الإنسانيا واقتصاديا جراء ما يعانيه من حصار وتجويع واستهداف للأبرياء وفي سبيل تخفيف هذه المعاناة فقد دعمت دولة قطر كما أنها بادرت بالعديد من المشاريع الإنسانية التي تلامس حاجة الشعب الفلسطيني بمختلف المدن وأسست اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة التي أقامت الكثير من المشاريع على أرض فلسطين وساهمت في إصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحروب الإسرائيلية على القطاع وهي أيضا مسؤولة عن تقديم المنح الشهرية للأسر المتعففة تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس لويس رودولوفو أبي نادر رئيس جمهورية دونميكان وفي بداية الاتصال عرب فخامة رئيس دونميكان عن خالص التهنئة لسمو الأمير المفدة وللشعب القطري بمناسبة شهر رمضان المبارك كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ووجه تعزيزها وتطويرها والموضوعات ذات الاهتمام المشترك أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا عبر فيه عن تعزيه في ضحايا الفيضانات التي اشتاحت إقليم كوازالو نتالا متمنيا سموه للمصابين الشفاء العجل كما أعرب سموه في الاتصال عن ثقته في قدرة جنوب أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة وأكدا دعم دولة قطر واستعدادها لمساعدة شعب جنوب أفريقيا الصديق في التصدي لهذه الأزمة الإنسانية من جانبه عبر فخامة الرئيس عن شكره لسمو الأمير المفدة على تضامن دولة قطر ووقوفها مع جنوب أفريقيا حكومة وشعبا وتناول الاتصال على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها كما أجرى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اتصالا هاتفيا مع سعادة الدكتورة نوكس أزانا دالا ميني زومة وزيرة الحكم التعاوني والشؤون التقليدية في جمهورية جنوب أفريقيا عبر فيه عن تعزي في ضحايا الفيضانات على تشتاحت إقليم كوازالو نتالا وتمنيا معاليه للمصابين الشفاء العاجل كما تناول الاتصال على العلاقات الثنائية وسبل دعمها وأجرى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع سعادة الدكتورة نالا يدي بانا ندور وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا عبر فيه سعادته عن تعزي دولة قطر ومؤساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات التي اشتاحتها مؤخرا تمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين وعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصال عن ثقته في قدرة جنوب أفريقيا على تصدي لهذه الأزمة الإنسانية كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع السيد ديفيد غريسلي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية الأمم المتحدة في اليمن والسيد التمثي لندر كينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في اليمن لا سيما الأوضاع الإنسانية إلى جانب مناقشة آخر المسجدات حول ناقلة النفط العائمة صافر وجدد سعدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية والتفاوض بين اليمنيين بموجب مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216 شددا على موقف دولة قطر الثابت من وحدة اليمن وسلامة أراضيه بمناسبة يوم الأسرة القطرية الذي يصادف الخامس عشر من الشهر الحالي نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع عدد من المؤسسات في الدولة فعالية رياضية وترفيهية في ملاعب النادي المجتمعي بمدينة لوسيل وتهدف الفعالية إلى جعل الرياضة وسيلة من وسائل التماسك الأسرية اختارت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة النادي المجتمعي للجيل المبهر في مدينة لوسيل لتنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والتي جمعت فيها بين الرياضة والترفيه بمشاركة أكثر من بئة طفل بحضور أولياء الأمور فعالية يرى البعض أنها جديرة بتعليم الأطفال على العديد من المهارات الحياتية كالتواصل والتنظيم والعمل الجماعي الرياضة بشكل عام نستخدمها كأداء لتطوير هؤلاء الأطفال بما ينعكس عليهم تطوير من ناحية الاجتماعية من ناحية المهارات التي يستخدمونها مهارات التعاون مهارات القيادة نزرع فيهم يروح القيادة منذ الصغر هذه فرصة لهم يقربون من الأولاد يسمعون منهم يتبادلونهم وياهم الأفكار يعطونهم الاهتمام في أنشطتهم ومشاركتهم في هواياتهم هذه كلها أمور تصب في مصلحة التماسك الأسري هذا التماسك الأسري من بين الأهدافي وراء تنظيم هذه الفعالية التي تعرف من ناحية أخرى بالدور المهم للرياضة وممارسة النشاطات البدنية في الحفاظ على أسلوب الحياة الصحية وكيف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على صحة العقل والبدن علينا أن نرتوي بالرياضة يوميا نمارسها حتى تذهب طاقة سلبية من أسادنا وكون إيجابيين دائما بالحياة وتعطي الإبتسامة يوميا الرياضة ممكن يعني تغرب الأسرة مع أولادهم وعيالهم وتكون أسرة متماسكة هو هدف تتطلع إليه وزارة التنمية الاجتماعية والأسحوي الفاعل في مسيرة التنمية والبناء البناء وصلاة معكم مشاهدين المتعلقة بشهر رمضان المبارك حيث أكد سعادة سفير الجمهورية التركية لدى دولة أن معرض رمضان للكتاب يسوك واقف هو إثراء للساحة الأدبية والتنوع الثقافي يوفر لرواده كافة السبل الكفيلة بالنهل مما تقدمه دور النشر المختلفة من حقول معرفية متنوعة جاء ذلك على هامش زيارته للمعرض الذي يشهد إقبالا كبيرا على الكتاب الديني خاصة وأن معظم أجنحة المعرض ركزت على الإصدارات الدينية أجواء رمضانية مميزة نجدها في معرض رمضان للكتاب في نسخته الأولى والذي يشهد إقبالا كبيرا على مختلف أجنحته المشجعة على القراءة وحث الناس على اقتناء الكتب ومنها الكتب الدينية المتنوعة بما يتناسب مع الشهر الفضيل وما يحمله من روحانيات جواء جدا طيبة الناس مقبلة على كتب القرآن التفسير أي شيء خص غزوات النبي صلى الله عليه وسلم حتى للأطفال أركان الإسلام شهر الخير طبعا شهر رمضان شهر القرآن فرصة طيبة للقراءة للمصاحف قراءة القرآن الكريم إضافة إلى الكتب الدينية من التفسير وعلوم القرآن إضافة إلى حديث وتحرس بعض دور النشر المشاركة في المعرض إلى تشجيع الأطفال على اقتناء الكتب الدينية والتي توفرها بأشكال مختلفة وأسليب تعليمية وترفيهية بالقيم نرتقي عبارة عن أربع كتب كل كتاب يتكلم عن خمس قيم كل قيمة تغطى بسبع دروس آية حديث دعاء ربط بأسماء الله الحسنى بالقيم نرتقي أنا أستطيع إضافة إلى قصة وإنشودة ولأن القراءة أول مناهل العلوم والمعرفة تقدم مبادرة قطر تقرأ التابعة لمؤسسة قطر فعاليات ترفيهية للأطفال مغتنمة شهر رمضان لتشجيعهم على القراءة قصص اللي عرضينها هلأ بالمعرض هي كلها تتحدث قصص دينية قصص رمضانية قصص عن القرنقعو حتى نشجع الأولاد على حب القراءة باللغة العربية وباللغة الإنكليزية وتسعى وزارة الثقافة من خلال معرض رمضان للكتاب إلى إثراء المشهد الثقافي بالدولة لتشجيع القراءة واستثمار هذا الشهر في كل ما ينفع ويفيد المجتمع وضمن موسمها الرمضاني المخصص للجاليات العربية احتفت مكتبة كتارا للرواية العربية بالثقافة الفلسطينية بحضور سعدة السفير منير غنام السفير الفلسطيني لدى الدولة وسط جمهور تفاعل بحيوية مع فقرات البرنامج التي تنوعت بين تاريخ فلسطين والقراءات الشعرية والفلكور والمائدة الفلسطينية أمسية في كتارا طرقت أبواب فلسطين فأخذت الحضور إلى هناك ليتذوق الشعر والأدب ويتعرف على الثقافة الفلسطينية عن كثب فبات فردا من قبيلة شقائق النعمان تندرج هذه الأمسية ضمن ليالي رمضان التي تحرص كتارا على إقامتها خلال الشهر الفضيل بهدف التعرف على ثقافة الشعوب وتوثيق أواصر العلاقات بين كل الجنسيات خلال الليالي الرمضانية هو أهم شيء أن تجمع الجاليات لأنه عارف الضيق الوقت في رمضان وهي فرصة أنهم تعرفون على الأدباء والمثقفين في هذه البلد يعني نعمب هذه وتعرفون على الفنانين كذلك فنانين شاركون فنانات بعد في المأكلات الرمضانية فقرات مميزة أعادت للكبار ذكريات لم يمحها الاحتلال وعرفت الصغار على تاريخ وطن لم يكتب لهم العيش فيه استرجعت هنا ذكريات الليالي الرمضانية والأهازيج التي كان يرددها الأطفال قديما بجهد نفذته مبادرة البيلسان وهي مبادرة للنساء فلسطينيات الهوى والهوية حب الوطن والشوق إليه ترجمته نساء فلسطين بجدارية قرزنها وجمعنا فيها المدن الفلسطينية واستغرق العمل فيها عامين بالوسط كانت عندنا خريطة فلسطين بالتطريز وكانت حواليها قرى فلسطينية مهجرة في منها تقريبا 120 قرية وقبة الصخرة وكانت في الأعلى أيضا أول آية من سورة الإسراء وفي آخر مربع بالجدارية كان حنضلة وإيقونتنا كلمتين مهمات لكل فلسطيني يرحلون ونبقى ولم تكتمل الأمسية دون أكلات الأجداد في فلسطين أكثر من عشر أكلات لا يعرفها كثيرون وعشرات أصناف الحلويات والمشروبات الرمضانية أتيح للجميع تذوقها إحنا الشعب الفلسطيني طبعا عندنا أكلات كثير ولكن اليوم إحنا بالذات جمعنا الأكلات القديمة جدا اللي حاليا ما حد بعرفها يعني بعض منها في عندك أكل اسمها الفول بجعجيل هاي ما حد بعرفها من الجيل هذا اللي هي فول أخضر مع العجة نطبقه في عندك أكل مثلا البصارة عندك الرمانية عندك السمائية عندك الافريكي بالجاج أمسية مزجت الثقافة بالفن وعرفت بالعادات والتقاليد وأكدت أن حب فلسطين متوارث لدى الأجيال وشعبها صامد أمام جميع محاولات الاحتلال لانتزاعه من جذوره يواصل برنامج إتقان الذي يبث يوميا على شاشة تلفزيون قطر بعد الإفطار امتاع متابعيه بالمواضيع الشيقة التي يتناولها حلقة اليوم ستهتم بموضوع الجيولوجيا حيث سيأخذنا فريق العمل إلى التلال مويزة في منطقة بروك وكيف يتشكل الأرض على مدار ملايين السنين كما سيزور دح المسفر للتعرف على تكوين هذا التجويف إلى جانب زيارة إلى سفينة جنانة التعليمية التي قدمت أكثر من ألف بحث أو أكثر من ألف بحث ورقة علمية تناولت البيئة البحرية في قطر ومكوناتها الحية والملوثات التي تهددها برنامج سيزور أيضا جامعة قطر كما سيطلعنا على تاريخ الجيولوجيا وأهم العلماء المسلمين الذين برزوا في دراستها جواء احتفالية مع عودة الاحتفالات بليلة القرنقعو بعد انقطاعها لعامين بسبب جائحة كارونا عادة شعبية يحتفل بها في منتصف الشهر الفضيل وينتظرها الكبار والصغار على حد سواء بعد عامين من غياب الاحتفالات الكبيرة بالقرنقعو بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها كوفيد-19 على العالم تعود أجواء ليلة القرنقعو من جديد لتغمر نفوس الأطفال وأهليهم بالمرحي والغبطة استعدادات كبيرة كانت سبقت هذا اليوم ضمانا لعودة الاحتفال إلى سابق عهده تخرج مجموعات من الأطفال بعد الإفطار إلى الفرجان حاملين معهم أكياس من القماش يطفون بها على المنازل القريبة ويطرقون الأبواب بغية ملء الأكياس التي معهم بشتة أنواع الحلوى والمكسرات التي يعدها الأهالي خصيصا قبل أيام من هذه المناسبة وأصواتهم تعلوا مرددين أغنية الأجداد وبالرجوع إلى قيمة هذا الاحتفال التراثي كانت الأسواق الإكترية قد سجلت على مدى الأيام الماضية استعدادات كبرى من المحلات تلاهوا إقبال كبير على مختلف أنواع المكسرات والحلوى التي باتت من طقوس إحياء هذا التقليد المترسخ لدى الأسرة الإكترية والخليجية وتحرص وزارات ومؤسسات على المساهمة في الاحتفال بليلة المنتصف من رمضان من خلال إقامة فعاليات القرنقعو إسهام منها في ترسخ هذا التقليد المحمود في مخيلة الأجيال القادمة من المجتمع الإكتري والآن مشاهدين نأخذكم في جولة لأهم وآخر الأخبار العربية والدولية في التقرير التالي عشرات الألف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى رغم محاولة التضييق التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي غدا تقتحام عشرات الجنود للمصليات داخل الحرم القدسي منذ صلاة الفجر واعتدائهم على المصلين بالضرب بالهروات وقنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية في محاولة لإخلاء المسجد وباحاته وعدد الإصابات يرتفع إلى أكثر من مئتين وسط إدانات عربية تحملوا الاحتلال مسؤولية تداعيات التصعيد في المسجد الأقصى والضفة الغربية وتطالب الجهات الدولية بالتدخل وفصائل المقاومة تعلن التعبئة العامة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحكم إغلاقها العسكري للأراضي الفلسطينية والمعابر مع قطاع غزة بدءا من الجمعة حتى فجر الأحد قبل ما يسمى بعيد القربان اليهودي تزمنا مع عمليات اقتحام جديدة لقواتها في الضفة الغربية استشهد على إثرها سبعة فلسطينيين في جنين ونابلس ومدن أخرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يدعو أطراف النزاع اليمني لتسهيل الوصول الإنساني للمحتاجين في كل أنحاء اليمن بما يتماشى مع التزامتها وفق القانون الدولي أعضاء البرلمان الصومالي الجديد يؤدون اليمين في موغاديشو في منطقة آمنة في المطار بعد انتخابات مؤجلة شهدت أعمال عنف رئيس الوزراء دعا إلى مواجهة ما وصفها تحديات ومحاولات لمنع الصوماليين من إجراء الانتخابات أوكرانيا تتوعد بتوجيه مزيد من الضربات لسفن الحربية الروسية بعيد إقرار موسكو بغرق سفنتها العسكرية المضادة للطائرات موسكوفا في البحر الأسود وروسيا تلوح بنشر أسلحة نووية في البلطيق في حال انضمت فنلندا والسويد لحلف الناتو وواشنطن تحذر روسيا بعدم اعتراض الإمدادات العسكرية الموجهة لأوكرانيا قصف روسي على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خيرسون في الجنوب ومدينة خاركيف في الشرق وبلدة إيفانو فرانكفسك في الغرب روسيا قالت إنها دمرت مصعا للأسلحة في إحدى ضواحي كييف وإنها ستوثف ضرباتها على العاصمة ردا على هجمات قالت إن أوكرانيا شنتها داخل الأراضي الروسية الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن الحرب في أوكرانيا قد تلقي بأكثر من خمس سكان العالم في الفقر والجوع وقال إن عمليات الأمم المتحدة للإنقاذ تتعرض لضغوط شديدة في مناطق عدة حول العالم وإن برنامج الغذاء العالمي بحاجة ماسى إلى ثمانية مليارات دولار لدعم عملياته في اليمن والشاد والنيجر في أخبار الرياضة حقق فريق الدحيل انتصارا ثمينا على حساب نظيره بختور الأسبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك في المواجهة التي جمعتهما لحساب منافسات الجولة الثالثة ضمن المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا ويديند حيل بالفضل في تحقيق انتصاره لمهاجمه البلجيكي إدملسون جونيرو الذي سجل الهاتريك عند الدقائق السادسة والستين والحادية والسبعين والرابعة والثمانين بهذه نتيجة رفع دحيل رصيده إلى ست نقاط ليعتلي صدارة المجموعة مؤقتا وتجمد رصيد بختور عند ثلاث نقاط من جنبه تعادل فريق الغرافة مع شباب الأهل دبي الإماراتي بهدف لكل فريق في ثالث مبارياته لدوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الثالثة تقدم الغرافة عن طريق الجزائري سفيان هاني في الدقيقة الرابعة والأربعين وعادل فدريكو كارتابيا النتيجة لصالح شباب الأهل دبي في الدقيقة التسعين هذا التعادل الأبطال الرافة في صدارة المجموعة برصيد خمس نقاط مؤقتا متفوقا بفارق الأهداف عن فريق فولد خستان الإيرانية حسم أدحيل لقب الدوري العام للرجال الكرة اليد لصالحه قبل جولة واحدة من النهاية بعد فوزه على الوكرة بنتيجة 27 لـ 24 في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري ورفع الدحيل رصيده بهذا الفوز إلى 45 نقطة ضمن به التتويج باللقب بغض النظر عن نتيجة مبارياته الأخيرة أمام العربي يوم الثلاثاء المقبل فيما أصبح رصيد الوكرة 42 نقطة في المركز الثاني وفي المبارتين الآخرين فاز العربي على الغرافة وارتبع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث مقابل 28 نقطة للغرافة في المركز السابع كما فاز الريان على قطر ليرفع رصيده لـ 41 نقطة في المركز الرابع في حين أصبح رصيد قطر 32 نقطة في المركز السادس تأهلت أندية قطر العربي الريان السد لدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو الأمير لكرة الطاولة المقامة حاليا بمركز الإعداد والتدريب التابع لاتحاد القطري لللعبة في راس أبو عبود وشهدت منافسات اليوم الختامي لدور المجموعات قامت أربع مواجهات حيث تأهل نادي قطر في المجموعة الأولى إلى نصف النهائي بفوزه على الأهلي وفي مباراة ثانية ضمن ذات المجموعة صعد فريق العربي إلى المربع الذهبي بعد أن حافظ على المركز الثاني بفوزه على الوكرة وفي مباراة ثالثة ضمن مجموعة الثانية بلغ السد دور نصف النهائي بتغلبه على الغرافة ضمن المجموعة الثانية أيضا تأهل الريال لنصف النهائي بعد أن حافظ على وصافة المجموعة وفوزه على الشمال بهذا الخبر نختم هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يؤكد في اتصال مع كل من فقامة الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس موقف قطر الدعاء للقضية الفلسطينية ويشدد على رفض الإجراءات التصعيدية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستعرض في اتصال مع فقامة رئيس جمهورية الدومينيكان تعزيز العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يؤكد في اتصال مع فقامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا استعداد دولة قطر لتقديم العون لشعب جنوب أفريقيا في التصدي للأزمة الإنسانية التي يتعرض لها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحثوا في اتصال مع سعادة وزيرة الحكم التعاوني والشؤون التقليدية في جمهورية جنوب أفريقيا تعزيز العلاقات الثنائية سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يؤكد بعد لقائه منسق الشؤون الإنسانية لأمم المتحدة في اليمن والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يؤكد موقف قطر الثابت من وحدة اليمن وسلامة أراضيه وفي الرياضة ناديد حيل يحسم لقب الدوري العام لكرة اليد بعد فوزه على الوكرة قبل جولة من نهاية المسابقة يمكنكم متابعة البث الحي لتلفزيوني قطر على الموقع الإلكتروني شكرا لحسن المتابعة جمعا مباركة لكم جميعا اشتركوا في القناة